أكد أوفر جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عملية عسكرية بمدينة رفح الفلسطينية مؤكدا أن هذه العملية لا تخالف على الإطلاق معاهدة السلام المبرامة مع مصر وفي تصريح له ذكر جندلمان أن العملية التي يجريها الجيش الإسرائيلي في الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بجنوب غزة تستمر لحين القضاء على حماس والإفراد عن المحتجزين في القطاع على حد قولهم